اشتركوا في القناة بلائحة من النصائح للمسيحية المؤسسة للمسيحية الشعب المجتمع الإرث التاريخ ما هو يعني أول ما يتبادل يا ذهنك إلى لفت النظر إلى أن تنصح به إخوتنا المؤمنين أنا لست بدوري ناصح لأحد أنا أفكر مع الناس أنا لست أفضل من الناس والأكثر علمة منهم حتى أقو بنصحهم ولكن أنا أفكر معهم أن اليوم إحنا كان بالأردن هون أو في لبنان أو في فلسطين أو في كل بلادنا العربية في كل عالم في ضرحة الهجرة الناس ستحرك الهجرة عبارة عن حزمة فيه إيجابية وسلبيات أن تعيش في هذا البلد في الأردن في لبنان في سوريا نعم في العراق له إيجابيات وسلبيات إذا ذهبت وهجرت إذا أمكنك أن تهاجر هذا أولا ليس هجرة متاحة بكل سهولة صحيح اليوم الهجرة حركة الناس صارت صعب اليوم من بلد إلى بلد نعم إذا شخص أراد أن يهاجر إلى بلد آخر في هذه الهجرة في خسارة لبلده الذي تركه في ربح للبلد الذي يذهب إليه ربما نعم وربما يكون عالى عليه لا تذبين نعم شاي هلأ وضعك في البلد الذي تذهب إليه فيه حزمة من الإيجابيات وسلبيات تأخذها كلها هنا إذا بقيت في عندك حزمة من الإيجابيات وسلبيات نعم الآن الوضع الاقتصادي في المنطقة كاملة لنترك العالم وشأنه الآن نعم ولكن نتكلم عن منطقتنا كل هاي المنطقة تعرضت لظروف سياسية واقتصادية صعبة في استنوات العشر الأخيرة نعم بدءا من في العراق الغزو الغزو الأمريكي للعراق وحروب الخليج اللي تمت ما تم بسوريا ما تم بلبنان نعم المشاكل ما يتم الآن بفلسطين المشاكل شبه الانتفاضة أو ملايات الانتفاضة الثالثة نعم الوضع الاقتصادي والسياسي متردي هذا واقع حقا نعم والناس تشكوا العوز تشكوا الفقر عامل ضغط عامل ضغط على الجميع نعم ضعيفا أو قويا أنت بين أهلك بين عزوتك بين أهلك ربعك نعم 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 فظاهرة هي جرى معقدة نعم ضغط على السماء في خلاصة الحديث أقول نحن نحترم الذي يبقى في بلادنا بغض النظر هو مسيحي مسلم بأي دين كان نعم هذا بلاده نعم بشجع يبقى في بلاده أي مواطن ولكن لا ندين الذي يهاجر نعم أيضا نحترمه نحترم خياراته نعم ونقول له صدر الوطن وذراع الوطن أذرعات الوطن دائما مفتوح لك أهلا وسهلا فيك تعود نعم هذه بلادك نعم